كلمت أنا مبارح عن موضوع كهرباء وقلت إنه كهرباء طلب من المدير الفني والمواقع كتبة إن الكابتن خالد بيه بوافق وإن الكولر وافق وأنا هنا اندهشت إنهم موافق مبارح النهاردة تكد بالخبر لأنه أصله بالعقل هو قال إنه اعتذر عن السفر وفقاً لخبرت عن بارح عشان زفاف شقيقته أولاً طبعاً مليون مبروك لزفاف طبعاً شقيقتك يا كهرباء وإن شاء الله بالرفاق والبنين يعني لكن ما ينفعش أولاً مجموعة النادي الأهلي زكاة عندوك يا جماعة حطوها مجموعة بقت صعبة جداً ستة الأهلي وبعين خمسة وخمسة واربعة وفاضل ما تشين لكل فرق ستة خمسة خمسة أربعة الأهلي ستة ورامنه فرقتين خمسة وبعدين مديامة دي اللي هيروحي لعيبة بتاعت غانا دي أربعة أربعة يعني مش واحد ولا صفر أربعة يعني هتسعى إن تاخد التلات نقط بتاعت النادي الأهلي عشان تبقى سبعة تخش في المعمع احنا هناخد أول وتاني فما فاش هزار ما تشات ما فاش هزار إطلاق فما ينفعش تحت أي قدي جدول هوا قدامك هوا زي ما تشافين كده ستة خمسة خمسة أربعة وهنفضل بقى متعلقين عالجولة الأخير يعني لن تحسم هذه المجموعة إلا بنهاية الجولة الأخير وبالتالي ما ينفعش تحت أي مساق ده اللي أنا قلت أمبارح برغم إن كل المواقع كاتبة إن كابتن خالد بيه بوافق وإن كولر وافق على اعتزار كهرباء عن السفر مع النادي الأهلي إلى غانا للقاء مدياما طبعا النهاردة الكلام كله تكذب لأن أنا قلت أمبارح ما ينفعش وفاعل ما ينفعش الكلام إن كولر رفضاه رفضا اعتزار كهرباء عن السفر إلى غانا والمشكلة الأخرى ولو إنها باعتبرها ميزة كبيرة جدا وجدت منه إن مودست عنده صروف عقالية في فرنسا وطلب السفر وما يروحش غانا هو راح أو ما راحش يعني أنتوا عارفين يعني فبالتالي إذا وافق لمودست حتى لو ما وافقه لوش المفروض ما يلعابش رأي أنا الشخص بعد اللي شفته خلاص شباب بالوزداد طلع في الدقيقة سبعة وتمانين كهرباء نزل في الدقيقة سبعة وتمانين طبعا كولر لما نزله في الدقيقة سبعة وتمانين ده راجل بس إيه بيقولك إيه أنا غيرته هوق تحسبا لو شباب بالوزداد جاب هدف ولا حاجة يعني الدنيا مشاريع ما تتعلقلوش على السوشال ميديا يعني بتغيرت فيه؟ بتغيرت في دقيقة سبعة وتمانين يعني منازل راجل تلات دا يعمل إيه؟ طبعا كهرباء من اللعيبة اللي يعني بتبقى متضايقة وضع طبيعي بين كولر وكهرباء اللي مصر إنه هو يحضر زفاب شقيقته ومودست تقدم بطلب لأنه عنده ظروف عائلية هامة وفقا للخبر وعايز يطلع على فرنسا وإنه سام كولر مش عايز يضحي بيه وينزله في هذه المباراة تحسبا لإصابة قد تطول قد إيه؟ قد تطول حتى هذه اللحظة الأمر غير واضح لكن أنا بقولك هو قولا واحدا أنا لو مدير فني ولعيب قال لي إنه مش هيسافر معايا على فكرة حصلت معايا وأنا على قدي وأنا مدرل في القسم الثاني يعني على قدي يعني أنا دربت يا جماعة 12 موسم متتالي في أندية القسم الثاني اللي هي تحت الممتاز على طول 12 موسم ما عدتش يوم في بيتنا فمرة من المرات اجتمعنا ساعة كذا يا جماعة وعشان هنطلع نسافر كذا لعيب ما جاش وبعد أنه بيتصل بكابتن فرق بيقوله أنا عندي ظروف ظروف تقوله قاعد في بيتك ما تجيش تاني برغم من لعيب مهم لعيب مهم قاعد في بيتك ما تجيش تاني لأنه أنا رايح هي معركة كروية والملايين تترقب وده الأهلي ده مش أي نادي يعني ما ينفعش الأهلي يطلع من دور المجموعات ما ينفعش فأتصور والأيام ستثبت أنه هو هيسافر مع النادي الأهلي إلى غانا قولا واحدا وغير كده شكرا شكرا سفر يوم الأربع إن شاء الله بإذن الله وأتصور أن حضراتكم ستتأكدوا أنه هو هيسافر مع الفريق لأنه ستوجه إليه عبارات قاطعة في هذا الشأن وأنا متأكد وإلا كولر ما ينفعش بمدير فاني ده رأيي الشخصي طيب آآ 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 قبل ما ييجي النادي الأهلي كان مصاب بالرباط الصليبي عادي عادي لعيب أكتير قوي بيعندها رباط صليبي وبترجع عادي جدا يعني لكن من لحظة خدومه للنادي الأهلي وفقا للكلام إنه من حين لآخر بيستشعر ألم في الركبة اللي عمل فيها الرباط وهذا أمر يحدث وهذا أمر يحدث الكلام إنه بيعاني حاليا من رشح متواصل وألام في الركبة وبالتالي هيعملوله عملية يومين جايين دول عملية جراحية طبعا الكلام إنه هي هتحتاج تعافي من أربع لست شهور بما يعني أن هذا الموسم قد انتهى بالنسبة للنادي الأهلي وبالنسبة لهذا اللاعب شأنه شأن محمد الشناوي وبالمناسبة محمد الشناوي عمل عملية في عينه كانت مؤجلة بعد طبعا ما عمل الجراحة بتاعت كتفه وبالتالي أصبح قاعد قاعد فعمل عملية تانية في عينه ألف سلام عليك الشناوي وفقا للكلام إنه هيسافر ألمانيا يعمل تشيك على العملية وبعين يطلع على قطر عشان هناك فيه سباو الحاجات دي بيأهله بدني بشكل محترف للغاية يعني مدلنا مع أخبار النادي الأهلي محمود متولي محمود متولي كنا قولنا قبل كده إنه كولر طلب إنه هو يتم الاستغناء عنه بتسويقه بشكل أو بآخر خلال فترة الانتقالات الأخيرة ولم يحدث الكلام إنه هو تحدث بطريقة غير لائقة مع كولر على الخلفية اللي عنده متولي إنه كولر طلب تسويقه وبالتالي كولر رفض هذا الإسلوب في التعامل من جانب محمود متولي وأعطى تعليمات بإنه هو ما يحضرش إطلاقا تدريبات الفريق الأول هذا خبر خاص عندنا واستبعاده من التدريبات الجماعية تماما ده قرار كولر فيما يتعلق بمتولي آخر حاجة بقى بالنسبة للنادي الأهلي اللاعب طاهر طاهر محمد طاهر إدارة الأهلي والإدارة الخاصة بلجنة الكرة وكلام ده كله كانت ارتقت إنه لابد من تسويق طاهر محمد طاهر لأنه اللجنة شايفة إنه يعني لم يقدم المردود الفني المطلوب من لاعب في نادي بحجم النادي الأهلي لكن اللجنة فجأت بإنه كولر متمسك باستمرارية اللعب يعني هي همسة بس في أذن طاهر لأنه طاهر كان مكسر الدنيا في المولين العرب إيه اللي حصل له أنا مش فاهم يعني مش ده طاهر إطلاقا خالص خالص مش ده طاهر إطلاقا تخيالوا أنا نسيت كمان اسم أحمد اللي كان بلعب ناحية الشمال يا جماعة اسمه أحمد إيه أحمد إيه اللعيب الحريف في النادي الأهلي أحمد عبدالقاتر تصوروا نسيت اسمه لأنه اختفى من الصورة تماما كان المفروض أنه هم عايزين يعملوله بدل وكلام من ده هو رفض وبعدين الكلام أنه كان جاله عرض بس عرض مش قدي كده من إحدى الدول الأوروبية ربما تركيا أو بلجيكا أو حاجة زي كده وبعين مش موجود خالص أنا معرفش مش موجود ليه يعني هو على قوة النادي الأهلي لكن لا يتحدث أحد عن أحمد عبدالقاتر أنا بتكلم مظبوط يا جماعة أنه هو ما زال على قوة الأهلي ما زال موجود ما زال موجود كان عنده عند تركيه وما كانش مناسب وكلا الحقيقة يعني برضو هو ليه مش يعني ليه مخفي خالص يعني يعني سي أن أنا كمدير فني وعندي لاعب يعني أنا مش مقتنع بقى بس مرمهوش يعني هو كان عنده خلفية وخفة خلاص لازم أبو أحمد عنده إمكانيات كويسة يعني وبعدين مع كل الاحترام لطاهر مش هيزيد عن أحمد خالص أنا أتصور لابد من إعادة النظر في أحمد عبدالقاتر أنه لعيب خامة خامة جيدة يعني كان مكسر الدنيا في سموحة هو مصطفى فاتح كان مكسرين الدنيا وده اللي خلى الأهلي يجيبه وخلى زمالك يجري يخطف مصطفى فاتح مدى حدث جايز أسلوبة ناوي وناس المدير فن حكار وكل ده وارد لكن في كل الأحوال أتصور أنه لابد أن يعاد أو يعود إلى الصورة مرة أخرى مع النادي الهتاة ترجمة نانسي قنقر